اشتركوا في القناة كاد يستطيع تذكر عشاء البارحة ما زال العلماء لا يعرفون بالضبط لماذا نحلم لكنهم على يقين ان كل شخص على وجه الارض يحلم لمدة ساعتين تقريبا في الليلة الواحدة حتى اولئك الذين يدعون انهم لا يفعلون ذلك ابدا هؤلاء الناس ببساطة لا يتذكرون احلامهم لحسن الحظ هناك بعض الحيل التي يمكنك اعتمادها لتتذكر احلامك بشكل افضل قبل ان تعرف ما هي هذه الحيل اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس الاشعارات للانضمام الينا على الجانب المشرق هل تعلم ان 95% من الناس ينسون احلامهم بمجرد الاستيقاظ او بعده بفترة وجيزة تظهر فخصات الدماغ التي اجريت على الاشخاص النائمين ان فصوصهم الامامية المسؤولة عن تشكيل الذاكرة غير نشطة اثناء نوم حركة العين السريعة رام وهذه بالضبط المرحلة التي تحلم فيها عند النوم هل فهمت قصدي؟ ومع ذلك هناك في نفس الوقت طرقا للتغلب على هذه المشكلة 1- نم جيدا عندما تنام جيدا في الليل سيتمكن دماغك من التركيز على تذكر احلامك وعلاوة على ذلك عندما تنام بما فيه الكفاية ستكون احلامك مسترسلة اكثر بفترات راحة اقصر لذلك سيكون من السهل بالنسبة لك تذكرها كحلم واحد طويل بدلا من العديد من الاحلام القصيرة كما تعلم مسبقا نرى الاحلام في مرحلة حركة العين السريعة عند النوم يحدث ذلك عندما يستريح جسمك بينما يكون عقلك مشغول بحلم ما والمثير في الامر ان فترات حركة العين السريعة عند النوم تستغرق وقتا اطول مع مرور الليل لذا بينما يستغرق حلمك الاول حوالي 10 دقائق لكنه بعد النوم لمدة 8 ساعات قد تصل مدة حلمك الى 45 دقيقة لكن عندما ينقطع نومك اثناء الليل سيكون لديك فترة اقل من حركة العين السريعة عند النوم وبالتالي ستحصل على احلام اقل لتجنب حدوث ذلك اذهب الى السرير واستيقظ في الوقت نفسه يوميا سيضمن لك ذلك راحة افضل حاول ايضا الحصول على من 7 الى 9 ساعات من النوم كل ليلة الاشخاص الذين ينامون لست ساعات لا يمكنهم عادة تذكر احلامهم اثنان ابدأ في انشاء مذكرة احلام يمكن ان تساعدك مذكرة الاحلام بشكل جيد في تذكر احلامك ضع بجانب السرير دفتر ملاحظات وقلم افتح الدفتر قبل الخلود الى النوم مسبقا لكي تكون لديك صفحة فارغة تكتب عليها فور نهوضك حاول وضع قلمك في نفس المكان كل مساء لتتجنب اضاعة الوقت في البحث عنه اليك خيار اخر وهو استخدام تطبيق او مذكرة تسمح لك بتسجيل صوتك على هاتفك النقال بهذه الطريقة لن تضطر لانارة الضوء او تذكر كيفية استعمال القلم في حالتك التي تشبه الزومبي ثلاثة حاول تذكر احلامك بمجرد نهوضك من النوم عندما تستيقظ من النوم لا تسارع بالنهوض من الافضل ان لا تتحرك ابدا ركز تفكيرك في بعض العناصر من الغرفة سيسهل ذلك على دماغك في ان يركز على ما مررت به في الحلم حاول تذكر اكثر قدر ممكن من التفاصيل واذا امكن الامر فكر فيه من البداية حتى النهاية احرص على كتابة كل ذلك في مذكرة الاحلام اربعة اترك مذكرة الاحلام معك على الدوام بطبيعة الحال يجب ان تكون مذكرة الاحلام بجانب سريرك تماما عندما تذهب الى النوم في المساء لكن لا تتركها هناك طيلة الوقت خذها معك اينما ذهب قد تقوم مختلف الاحداث التي تحدث معك في النهار باطلاق بعض من ذكرياتك عن حلم راودك في الليلة السابقة دون ذكرياتك على الفور من المحتمل ان تساعدك هذه الاجزاء والقطع على استعادة بعض التفاصيل او حتى الحلم باكمله خمسة استيقظ اثناء الليل وفقا لخبراء النوم مراحل حركة العين السريعة عند النوم تحدث كل تسعين دقيقة لهذا السبب لا يمكنك ضبط المنبه لايقاضك بالضبط في هذه الفواصل الزمنية لذا لن تتذكر احلامك عندما تستيقظ من النوم في مرحلة حركة العين السريعة بالاضافة الى ذلك ان فرصك في تذكر الحلم تكون اكبر اثناء الليل مما هي عليه في النهار كما انك عندما تستيقظ صباحا عادة ما تتذكر فقط الحلم الاخير من الافضل ان تستيقظ ليس قبل اربع ساعات من وقت خلودك الى النوم افضل وقت لضبط المنبه هو اربع ساعات ونصف او ست او سبع ساعات ونصف بعد ذهابك الى الفراش بمجرد ان تستيقظ ابق مستلقيا كما انت وفكر في حلمك اترك المنبه بجانب السرير لكي لا يتوجب عليك النهوض لايقافه لا تستخدم منبه الراديو لان العروض الصباحية والاعلانات التجارية سوف تشتت انتباهك وسوف يفلت منك حلمك ستة الطريقة التي تستيقظ بها مهمة للغاية ستتذكر احلامك بشكل افضل اذا استيقظت في الصباح بشكل طبيعي بدون المنبه اذا لم تكن قادرا على ذلك اضبط مؤقت الذي يشعل الاضواء في الغرفة في الصباح او اطلب من احدهم ان يوقظك برفق بدون ان يقول اي شيء انصحك بان تضع ملاحظة بجوار المنبه او فوقه اكتب سؤال بماذا حلمت على هذه الملاحظة سيكون هذا التذكير الصغير اول شيء تراه عندما تستيقظ وإلا فلم تتذكر على الارجح التفكير في حلمك اول شيء في الصباح سبعة اقنع دماغك بان يتذكر احلامك قبل الخلود الى النوم اتخذ قرارا صارما بان هذه الليلة ستتذكر احلامك عندما تكون في الفراش استرخي وحرر دماغك من الافكار التي تؤرقك لا تستعمل هاتفك النقالة او الحاسوبة في الفراش ان الدردشة او الرد على رسائل البريد الالكتروني ستمنعك من الاسترخاء جيدا ثمانية لا تشرب القهوة او غيرها من المنبهات قبل الذهاب الى النوم تجنب شرب القهوة وغيرها من المنبهات في المساء ستؤثر المحتويات الكيميائية لهذه المنتجات على قدرتك على تذكر الاحلام لنفس السبب لا تتناول الادوية قبل الذهاب الى الفراش بطبيعة الحال الا اذا كان عليك ذلك وحاول ان تتناول العشاء قبل ثلاث ساعات على الاقل من الخلود الى النوم يمكن ان يؤثر بطنك الممتلئ على نومك او ذاكرتك تسعة تناول مكملات فيتامين باء ستة اثبتت دراسة اجريت عام الفين واثنين بالاضافة الى دراسة حديثة اجراها الباحثون في جامعة اديلايد باستراليا عام الفين وثمانية عشر ان فيتامين باء ستة يمكن ان يحسن قدرتك بشكل ملحوظ على تذكر احلامك في صباح اليوم التالي اذا تناولت مائتين واربعين ملي جرام من فيتامين باء ستة قبل الذهاب الى النوم فسوف تزيد من فرصك في تذكر ما حدث في احلامك عشرة غير وضعية نومك طريقة جيدة تتذكر بها احلامك بشكل افضل وهي تغيير وضعية نومك كل ليلة بهذه الطريقة ستغير روتينك الليلي العادي وبالتالي فمن المرجح ان تبقى ذكريات احلامك راسخة في ذهنك هناك ايضا حقيقة غريبة عن وضعيات النوم وهي انها قد تؤثر على ما تحلم به في الليل عندما تنام على جانبك الايمن ستحصل على احلام ايجابية اذا كنت تفضل النوم على جانبك الايسر قد تراودك الكوابيس اكثر اذا كانت وضعية نومك المفضلة على ظهرك فلديك فرص اكبر لرؤية المزيد من الاحلام المزعجة اولئك الذين ينامون على بطونهم قد يتمتعون باحلام اكثر حيوية وقوة حسنا قد تكون كلمة استمتاع التعبير الخاطئ بما ان في هذه الاحلام قد يشعر الاشخاص بانهم مسلوب الارادة ومقيدون او لا يمكنهم الحرك بكل بساطة هل هذا صحيح؟ احد عشر استلقف الوضعية نفسها التي نمت بها في الليلة الماضية يتم استهداف ذاكرتك في الغالب من قبل عوامل خارجية مختلفة لهذا السبب اذا اردت في وقت لاحق من اليوم تذكر الحلم استلقف الوضعية نفسها لنومك بالليلة الفارطة قد يساعدك ذلك في التذكر يجب ان يكون رأسك في نفس المكان بالضبط على وسادتك ويجب ان يكون جسمك بالطريقة نفسها التي نمت بها البارحة اغلق عينيك وسيظهر حلمك في رأسك او لا هاي هل تتذكر عادة احلامك؟ اكشف لنا عن تقنياتك في تعزيز الذاكرة هنا في قسم التعليقات ادناه اشتركوا في القناة